السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اليوم سنتعرف على الطريقة الثانية لتوصل الدائرة الكهربائية لإنارة مصابيح الشارع وذلك بواسطة مستشعر ضوء عوضة تايمر إذن الدائرة الكهربائية تتكون من ديجنكتور وكونتاكتور ومفتاح سيلكتور به ثلاث مواضيع ومستشعر ضوء يركب بالخارج إذن نقوم بتوصيل الفاظات الثلاثة زائد نتر في الديجنكتور والتي نرمز لهم بRST زائد نتر في مخرج الديجنكتور سنقوم بتوصيل هذه الفاظات إلى الكونتاكتور في الرقم واحد ثلاثة خمسة إذن هذا الفاظ الأول وهذا الفاظ الثاني وهذا الفاظ الثالث في مخرج هذا الكونتاكتور أي في الرقم اثنان اربعة ستة سنقوم بأخذ هذه الفاظات وتفريقها على المصابح التي توجد بالشارع إذن مثلا هنا لدينا ستة مصابح فكل مصابح سنقوم بربطهم بفاظ إذن هذا الفاظ الثاني نقوم بالدهبه إلى أحد المصابح وهذا الفاظ الثالث سنقوم بالدهبه إلى المصابح المتبقي بالنسبة لدائرة التحكم سنقوم بأخذ أحد الفاظات وتوصيله بمفتاح السلكتور في النقطة المشتركة في النقطة التي تحمل اسم أوتوماتيك أو الرمز أوتوماتيك سنقوم بأخذ سلك وتوصيله بمستشعر الضوء عند السلك الأسود في السلك الأحمر سنقوم بأخذ سلك وتوصيله مباشرة في الـ A1 في الكونتاكتور للتحكم في هذه الدائرة بشكل يدوي سنقوم بأخذ سلك من المفتاح الذي يحمل راقب M يعني مانييل وسنذهب به إلى الـ A1 في الكونتاكتور يتبقى الآن سلك النوتر سنقوم بالذهب به إلى المستشعر لأن هذا المستشعر يشتغل بـ 220V السلك الأسود والسلك الأبيض لدخول 220V والسلك الأحمر للتحكم في الكونتاكتور إذن نقوم بربطه في سلك الأبيض وأيضا نأخذ سلك النوتر ونقوم بتوصيله في الكونتاكتور لأنه أيضا يشتغل بـ 220V وفي الأخير نقوم بتوصيل سلك النوتر للمصابيح الكهربائية إذن هذه هي الدائرة الكهربائية لتحكم في إطفاء وإشعال مصابيح الشارع بواسطة مستشعر ضوء يركب بالخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا